بسم الله الرحمن الرحيم سيد نوح عليه السلام يعني يعتبر شيخ المرسلين ويعتبر أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهذا ما صرح به جمهور أهل التفسير مع عدم من انفرد ببعض الانفرادات في قضية أنه يعني نوح عليه السلام هو يعني ليس أول رسول إنما آدم هو أول رسول ولكن الراجح والصحيح أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ويشهد لذلك حديث الصحيحين عندما في حديث الشفاعة عندما يأتون الناس إلى آدم ويقول اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله إلى أهل الأرض جميعا فهذا الشاهد هنا أنه أرسله إلى أهل الأرض جميعا أول رسول أرسله إلى أهل الأرض جميعا نوح عليه السلام هو أطول الأنبياء عمرا فيما ذكره القرآن لنا ونوح عليه السلام هذه السورة العظيمة سورة نوح عليه السلام كما ذكر ذلك الإمام الحاكم وذكر ذلك القرطبي وابن عربي المالكي والآلوسي قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقرأ سورة نوح على قوم نوح يوم القيامة كما ورد في الحديث أنه يؤتى بنوح عليه السلام فيقال له هل بلغت؟ فيقال بلى يا رب فيقال لقومه هل بلغكم؟ يقولون ما سمعنا منه شيء وما بلغنا وما قالنا شيء فيقول نوح عليه السلام بل بلغت وفيقال له هل لك من شاهد؟ فيقول نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتأتي هذه الأمة فتشهد بما علمت من كتاب الله وبما علمت من القرآن أنه نوح عليه السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة قال فيعترف قوم نوح فيقولون يا رب هؤلاء جاءوا بعدنا فكيف يشهدون علينا؟ قالوا تقول الأمة هذه أنه نحن شهدنا بما قرأنا في كتاب الله وقرأنا في القرآن ثم يقرأ النبي عليه السلام على قوم نوح هذه السورة العظيمة قلنا أنه في قضية أنه يعني أول رسول أو أول نبي يعني ذكر الآلوسي وما لا إلى أنه ليس بأول رسول إنما آدم كان أول رسول وكذلك ابن بطال في شرح ابن بطال أيضا ذكر على أنه آدم عليه السلام هو أول رسول واضطرب بعض أهل العلم في هذه المسألة ولكن الراجح والذي عليه الجمهور على أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله إلى الأرض ويذكر أهل التفسير أنه أول رسول سنت له السنن ونزلت عليه الشرائع وحرمت في وقته الأخوات والبنات والعمات والخالات وغير ذلك وكان بينه وبين آدم عليه السلام عشرة آباء كلهم على الإيمان وهو أول رسول أهلك الله قومه وأنزل عليهم عذابا عظيما وهو عذاب الطوفان وقضية الطوفان هل كان على جميع الأرض أم كان على بعض الأرض يعني ذهب القرطبي على أن الطوفان كان في جميع الأرض وذهب بعضهم إنما كان على جزء من الأرض وهذا سنتكلم عنه في موطن آخر غير موطن سورة نوح عندما نتكلم في سورة يهود إن شاء الله في الكلام عن صنع السفينة وعن الطوفان كيف كان وأين كان والمساحة التي غطاها وهل كان في الأرض جميعا أم كان في بقعة معينة نوح عليه السلام متى بلغ أيضا هناك روايات كثيرة في متى بلغ الذي عليه الأكثر على أنه بلغ بالأربعين أربعين سنة وهذا حال بقية الأنبياء في التبليغ عندما يبلغون الأربعين يبلغون بالنبوة ومنهم من قال على أنه نوح عليه السلام بلغ لما كان عمره 250 سنة ومنهم من قال على أنه 300 سنة ومنهم من قال 350 سنة وكل ذلك يعني كما يقال علم لا ينفع وجهل لا يضر لكن نذكره لأن السورة تتطلب مننا أن نتكلم عن بعض الإشارات بما ذكره أهل العلم من أهل التفسير ومن من وافقوا يعني اتفقوا عليه أو حتى حصل بينهم في هذه المسألة خلاف كذلك يعني كم عمر نوح عليه السلام كم بقي في هذه الحياة قيل أنه يعني بقي 950 سنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ألف سنة إلا خمسين عاما ولكن الجمهون ردوا هذا قالوا هذا عمر الدعوة دعوة نوح بلغت هذا الوقت وليس هذا عمر نوح ولذلك منهم من أورد في روايات موقوفة على بعض الصحابة على أنه نوح عليه السلام عاش ما يقارب يعني ألف ومئة سنة مع الطوفان ومنهم من قال ألف وأربعمائة ومنهم من قال ألف وأربعمائة وخمسين سنة ومنهم من قال ألف وخمسمائة وخمسين ومنهم من قال أن مجموع ما عاشه نوح على حديث موقوف أنه يصل إلى ألف وستمائة وخمسين سنة عاش بها نوح عليه السلام نوح عليه السلام عانى معاناة شديدة مع قومه قالوا ما لاقى نبي وما صبر نبي صبر نوح عليه السلام في الأنبياء الذين جاءوا بعده ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام فقد عانى سيدنا نوح معاناة شديدة مع قومه كانوا يضربونه حتى يكون جثة هامدة ثم يحملونه ويرمونه في البيت فإذا أفاق قام فخرج إلى القوم يدعوهم وكان لا ينفك عن الدعوة ليلا ولا نهارا ولا يترك مجالا من مجالات الدعوة إلا وكان يدعو الله بها ويسأل الناس فيها الهداية ويسألهم الرشاد ويسألهم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولكن العناد عناد قومه وإيذاءهم له كان أبلغ ما يكون وكان أشد ما يكون وهذا ما ستبينه السورة نوح عليه السلام يعني كما قلنا من الأنبياء الذين صبروا كثيرا على قومهم وعانوا كثيرا من قومهم وقيل أن اسم نوح عليه السلام من ناحى ينوحه والجواليقي وابن عاشور وإبام الآلوسي والقرطبي وغيرهم حقيقة قالوا لا أن الإسم إسم أعجمي ليس عربي ليس من ناحى ينوحه وإنما هو إسم عربي بالسريانية كما ذكر ذلك الجواليقي قال معناه الساكن الساكن قال وقال الآلوسي قال وإنما سمي الساكن لأن الناس سكنت إليه بعد آدم لأنه كان يسمى آدم الثاني نوح عليه السلام فالناس سكنت إليه بعد آدم لأنه لا يوجد هناك رسول قبله فهو أول رسول يعني كان بعد نبوة آدم عليه السلام نعم والخلاف في قضية أنه هل كان إدريس عليه السلام قبله أم كان بعده كثير من أهل العلم ذهبوا والمشهور بين الناس أنه نوح عليه السلام هو ابن إدريس يعني من آبائه إدريس عليه السلام ولكن حقيقة ذهب القاضي عياض وذهب كذلك ابن العرب المالكي في أحكام القرآن وذهب القرطبي أيضا ينقل هذا ويميل إليه قالوا على أنه كما يذكر ذلك القاضي عياض يقول فمن قال أن إدريس من آباء نوح عليه السلام فقد وهم هذا توهم واستدل ابن العرب المالكي استدلالا جميلا جدا ورائعا جدا حتى قال يعني عنه القرطبي قال وليس بعد هذا الكلام بعد هذا لمنصف كلام يعني إذا واحد منصف سمع هذا الكلام لا يعني يتعدى هذا الكلام الذي يسمعه يقول من العرب المالكي يقول النبي عليه السلام لما علج به إلى السماء كان هناك استقبال للأنبياء للنبي عليه السلام بعبارتين عبارة النبي الصالح والأخ الصالح وعبارة الإبن الصالح والنبي الصالح يعني وحدة الإبن وحدة الأخ قالوا ما قال له الإبن الصالح إلا إبراهيم عليه السلام وآدم عليه السلام رحبا بالنبي بالابن الصالح والنبي الصالح فدل على أن النبي عليه السلام من ذرية إبراهيم وآدم عليه السلام هو الأب للجميع أما إدريس لما سلم على النبي عليه السلام فقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال ابن العرب المالكي قال وفي هذه الإشارة دلالة على أن إدريس ليس من آبائه ولو كان من آبائه لقال بالابن الصالح فإذا النبي عليه السلام وإدريس يلتقيان في نوح ولذلك قالوا هو نوح هو قبل إدريس عليه السلام كلمة نوح أيضا يعني القرآن سماه نوحا وجاءت في الآيات وحتى أنه قالوا صرف لأنه من ثلاثة حروف وإن كان أعجمي ولكن من ثلاثة حروف صرف اللفظ لكن دعونا نقف مع نوح عليه السلام بأنه أين كان أين كانت أرض نوح عليه السلام وأين كان موطنه الذي عليه أكثر أهل التفسير وهذا أيضا يذكره الإمام الآلوسي ويذكره أيضا الجرجاني في درج الدرر في تفسيره درج الدرر يقول أن نوح عليه السلام كان في الكوفة في العراق وحتى في الأقوال في قول الله تعالى والتين والزيتون من ضمن الأقوال الكثيرة في قضية التين وإن كان هذا القول غير راجح لكن أنا أذكره للاستئناس فقط ليس للاستشهاد أنه التين هو مسجد نوح عليه السلام على الجودي يذكر الجرجاني يقول أنه أولاد نوح عليه السلام أولاد نوح عليه السلام سام كان يذهب فيكون له بين الكوفة وبين الموصل قال فكان يعني يقضي الشتاء في الكوفة ويصطاف في الموصل هكذا ذكر صاحب درج الدرر وقال وكان يماشي النهر فكان يسامر دجلة نهر دجلة كان يسامره وكان ينزل في منطقة يعني يسامر بها نهر دجلة في ذهابه وإيابه فسميت سامراه اللي هي الآن نسميها سامراه طبعا أن أقول هذا الكلام مع ذكر المصدر حتى نخرج من العهدى ولست الآن بصدد التفصيل في هذا ولكن هذه بعض اللطائف وبعض الإشارات أنه يعني المسألة مسألة بانتقاله بين الكوفة وبين الموصل هي ذكرها أنه التفسير نعم ذكرها الجرجاني ونوح عليه السلام في إحدى النقوش البابلية كان يسمى أوتونا بشتم كما ورد في بعض النقوشات البابلية وكانت يعني حتى أنه هناك كتاب لأحد المؤرخين ومنقبي الآثار اسمه جورج رو يتكلم عن العراق القديم فيتكلم في جزئية جميلة يقول أنه العراق أو الحضارة العراقية بنيت على ملحمة قلقامش وملحمة قلقامش مبناها مبناها أنه هناك البحث عن الخلود قالوا وقضية الخلود هذه أين جاءت؟ قال جاءت من طوفان نوح عليه السلام عندما غرق أهل الأرض ولم يبق إلا نوح عليه السلام فكان هناك هذا الفهم في قضية أنه الخلود الذي حصل عليه أوتونا بشتم الذي هو نوح عليه السلام وتقول الروايات والثبت التاريخية أنه نوح عليه السلام يعني صنع صنع السفينة في جنوب العراق ولذلك يقولون أنه السهل الرسوب العراقي هو السهل الذي تكون نتيجة طوفان نوح عليه السلام لأنه وجدوا في فحص تلك المنطقة فوجدوا أن الطين والطمى قد ترسب فيها على عمق 13 متر وقالوا هذه الطبقة الطينية لا تترسب إلا لباء عظيم جدا أو بحر عميق جدا وذلك قالوا السهل الرسوب العراقي هو كان نتيجة أنه مركز الطوفان كان هناك مقدار الطوفان أين كان وإن كان يعني ولد عباس أن المنطقة كانت الطوفان كان بين العراق وبين الجزيرة وبين الحجاز يعني العراق والجزيرة والحجاز هذه المنطقة التي حدث بها الطوفان ومنهم من قال أن نوح عليه السلام أنه كان في يعني في الجزيرة العربية والأكثر أنهم قالوا كان في الكوفة ونوح عليه السلام لما قضى عمرا طويلا قيل أنه مات في الشام وقيل مات في منطقة جبال لبنان كما يذكر ذلك الآلوسي ويذكر ذلك كذلك صاحب كتاب إنسان العيون وقيل أنه مات في منطقة الكرك من الأردن هكذا يعني يذكر أهل التاريخ وأهل السير عن قضية نوح عليه السلام ما زلنا حول السورة أن السورة ترتيبها الثالث والسبعين في النزول نزلت بعد أربعين آية من سورة النحل وقبل سورة الطور أيضا نزلت في الترتيب وقد ذكر ذلك أيضا صاحب تفسير روح البيان لملحويش أفهم بيان المعاني لملحويش أيضا لأنه كان التفسير يعتني بترتيب السور أو ترتيب النزول نعم بيان المعاني نعم سورة نوح من السور العظيمة وسميت على هذا كما ذكر القاسبي قال لأنها فصلت في دعوة نوح عليه السلام وفي الكلام عنه وعن دعوته وكيف يعني كان له دعوة وكان له صبر مع قومه في هذا الصبر الطويل على هؤلاء القوم الذين حاول بجهده إنذارهم وتخويفهم ويعني ثنيهم عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى ولكن سبحان الله يعني ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ما زلنا حول بعض إشارات السورة تكلمنا عن ترتيب نزولها وعن السورة نفسها وعن اسم سيدنا نوح وعن يعني ولادته ووفاته وسكناه وبعثته والمدة التي بقى بقي فيها يدعو قومه وهي ألف سنة إلا خمسين عاما وهنا فيها إشارة لطيفة ذكرها أهل التفسير قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال ألف سنة إلا خمسين عاما ذكر الألف يعني ولم يقل لبث في قومي تسعمية وخمسين سنة مثلا لا قال ألف سنة إلا خمسين عاما قال لأن الألف هو أكبر الأعداد عند العرب فالعرب لا تعرف بعد الألف رقما عددا وإن أرادت أن تقول فتقول ألف ألف لأنه ليس عندها بعد الألف عدد فلما ذكر ألف سنة أراد تعظيم وبيان المدة العظيم التي قضاها نوح عليه السلام في دعوة قومه ثم استثنى منها خمسين عاما ترك بها قومه والجمالية أين لاحظوا ذكر السنة ذكر الألف بالسنة وذكر الاستثناء الخمسين بالعام للفرق الدقيق بين السنة والعام حيث قالوا أن السنة السنة هي يعني لدورة الشمس والعام العام هي لدورات القمر يعني دورات القمر يكون منها السنة القمرية ودورات الشمس تكون منها السنة الشمسية و كذلك قالوا السنة تضرب للجدب و للشدة نقول سنة جدب و العام يضرب للرخاء نقول عام رخاء كما قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم إلى أن قال ثم يأتي عام فيه غاث الناس و فيه يعصرون لما جاء الغيث و الخير الكثير قال عام و لما كانت جدب قال سنة كذلك السنة قالوا مجموعة أشهر و العام مجموعة أيام و قالوا السنة لا يؤرخ بها و العام يؤرخ به نقول عام الهجرة و عام الفيل و لا نقول سنة الهجرة و سنة الفيل و هكذا إشارات كثيرة حول السنة و العام فقالوا لما كانت الألف سنة هي في شدة على نوح عليه السلام استثنى الله منها الخمسين عام التي ترك بها قومه فعندما ترك القوم سم هذا الوقت الذي اقتطع من عموم الوقت الذي كان فيه الجهد و التعب و العناء سماه ماذا سماه سنة فاقتطع الوقت الذي ترك القوم فسماه عاما نوح عليه السلام نزل في قرية تسمى قرية الثمانين بعد أن انتهى الطوفان و هي أيضا كما يذكرها ذلك أيضا يعني ياقوت الحموي يقول أنه قرية الثمانين هي القرية التي نزل بها نوح عليه السلام لأنه ما آمن معه إلا قليل هلأك مسألة في قضية أنه هل الخلق الآن هم من ذرية نوح عليه السلام أم يعني ليسوا من ذرية نوح الذي يذكره التلمذي و يذكره أهل التفسير على أنه جميع الخلق من ذرية نوح عليه السلام نوح عليه السلام جاءه أربعة أولاد سام و حام و يافث و يام يام الذي نسميه أو يسمونه أهل السير كنعان الذي يعني أغرق و الذي فيه في سورة هود لما قال يا ابني يركب معنا قال سأوي لجبل يعصمني من الماء نعم قالوا هذا كان يام الذي غرق و لم يعني يأتي من نسله أحد و لكن الثلاثة هو سام و حام و يافث قالوا سام هو أبو العرب و العجم و الروم و قالوا حام أبو الزنج و السودان و الزط و غيرهم بالحبشة و يافث قالوا أبو الترك و السقالبة و يأجوج و مأجوج و الصين هؤلاء الثلاثة هم أولاد نوح عليه السلام تفرقوا في الأرض فيما بعد ذلك و بدأت الذرية و لذلك كما قلنا كان يسمى نوح عليه السلام آدم الثاني على اعتبار ما حصل لأنه الذرية بدأت منه مرة ثانية بعد أن عمى الهلاك على من كان يسكن الأرض كما قلنا قضية عموم الأرض أم بعض الأرض هل سنتكلم فيه فيما بعد يبقى عندنا مسألة مهمة أيضا ما زلنا في مقدمة السورة هي علاقة السورة بما قبلها قالوا أنه في سورة المعالج قبل في خواتيم سورة المعالج جاء قول الله تعالى يعني فلا أقسم برب المشارق و المغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم و ما نحن بمسبوقين الله سبحانه وتعالى بسورة المعالج أقسم على أنه قادر على أن يبدل خير منهم و يبدل هذا الخلق بخلق آخر و ليس ذلك على الله بعزيز فذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه السورة سورة نوح التي كان فيها شيء من قدرة الله على تبديل الخلق و كأن فيها تهديد و وعيد لأهل مكة أي أن الله قادر على أن يبدل قوما بدل قوم و يبدلكم أنتم بقوما آخرين كما قال و نأتي بقوم آخرين فإن لم تؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام و إن لم تنصروه و تعزروه و توقروه فإن الله قادر على أن يعني يبدلكم بقوم آخرين و جاء بشاهد على هذه الحالة هي بوجود قوم نوح عليه السلام و كيف أن الله أزال الكافرين و أبدل بدلهم قوما صالحين نوح عليه السلام كما قلنا كان في أرض الجنوب العراق و هذه الأرض كان فيها إبراهيم عليه السلام و ذكر أهل التفسير أن فيها إدريس عليه السلام و أيضا حتى أولاد نوح عليه السلام كانوا فيها محل صراع حضارات كثيرة و لذلك تجد أن هذه المنطقة ما زالت و كانت و ما زالت هي محل صراع حضاري و محل حراك تاريخي قديم يعني ليس بجديد على تلك المنطقة للحجر العظيم من أنبياء الله سبحانه وتعالى و من ما موجود فيها من حضارات قديمة و عريقة من أصول للبشرية في ذلك في تلك المكان هذا كله يعني كان في تلك البقعة ابتدأت سورة نوح عليه السلام بافتتاحه و استهلال عظيم بقول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إنا أرسلنا نوحا و قال ابن عاشور في التحرير و التنوير إن بلغاء العرب إذا كثيرا ما يبدأوا كلامهم بالتأكيد في إنا أرسلنا نوحا أو قد يبدأون بإن دون إنا المبدودة تبدأ بإن إن أرسلنا نوحا إلى قومه قالوا لأنه لم يكن هناك أناس إلا قوم نوح عليه السلام و ربما البعض سيقول إذن أين بقية أولاد آدم عليه السلام إن كان نوح عليه السلام في تلك البقعة أين أولاد آدم الكثر لم ينتشروا في الأرض ألم يكن لهم يعني مكان آخر في الأرض إذا كان الأمر على هذه المعنى إذن لما جاء الطوفان هل يعني أغرق جميع أولاد آدم أم يعني أغرق أولاد نوح أو قوم نوح عليه السلام على التحديد هذه التفاصيل إن شاء الله سنبدأ في الكلام عنها في تفسير سورة نوح عليه السلام في الحلقة القادمة بعونه تعالى إلى ذلك الحين يعني استودعكم الله و على أمل لقاء بكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته